بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم النهاردة هنقول ان شاء الله دعاء مستجاب ودعاء جميل جدا جدا ودعاء مروي عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام الدعاء ده يكفيك اللي انت تقوله بس مرة واحدة في عمرك كفاية قوي ويقال ان من قرأ هذا الدعاء في اي وقت كأنه حج 360 حج وختم 360 ختمة واعتق عبدا في سبيل الله 360 عبد يعني كأنه اعتق 360 عبد في سبيل الله وتصدق بكم ب360 دينار وفرج عن 360 مهموم ومغموم الرسول عليه والسلام قال ان جبريل عليه السلام نزل عليه وقال له اي حد يقرأ هذا الدعاء ولو مرة واحدة في عمره بحرمتي وجلالي ضمنت له سبع أشياء بإذن الله هو بيردد قول الله سبحانه وتعالى ان هو قال له ان اللي يقرأ الدعاء ده مرة واحدة بحرمته جلال الله ان شاء الله ربنا يضمن له سبع أشياء أول شيء ان هو يرفع عنه الفقر يأمنه من سؤال منكر ونكير ويخليه مر على الصراط ويحفظه من موت الفجأة ويحرم عليه دخوله النار ويحفظه من ضغطة القبر ويحفظه من غضب السلطان الجائر والظالم كده سبع أشياء زي ما احنا ما قلنا الدعاء هو عبارة عن ايه يلا نبدأ اول ما نبدأ نصلي على سيدنا النبي ونبدأ نقول الدعاء وربنا تكبله منه جميعا ان شاء الله اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم واستسكى الغمام بوجهه الكريم وعلى آلة طبعا صيرة الصلاة اللي انا قلتها دي مش شرط تقوله الصيرة دي اي صيرة محببة لقلبك او لقلبك قوليها مفيش اي مشكلة بس انا بحب اقول الصلاة النارية او الصلاة التفرجية بحبها فيلا نبدأ نقول الدعاء لا اله الا الله الجليل الجبار لا اله الا الله الواحد الاحد الكهار لا اله الا الله الكريم السطار لا اله الا الله الكبير المتعال لا اله الا الله وحده لا شريك له لا اله الا الله وحده لا شريك له الها واحدا ربا وشاهدا احدا وصمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له كانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله وحده لا شريك له ومحمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله محمدا رسول الله اللهم إليك فوت أمري وعليك توكلت وبك آمنت يا أرحم الراحمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر وكنا عذاب النار اللهم لا تعذبنا إن نسينا أو أخطأنا اللهم ارفع غضبك وسختك عنا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر اللهم ارحمنا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات اللهم إذا جاء منكر ونكير وألقي علينا السؤال اللهم ألهمنا الجواب اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم ارحمنا يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه وصاحبته وبنيه اللهم ارحمنا إذا التفت الصاق بالصاق إلى ربك يوم إذن المصاق اللهم ارحمنا إذا أقمنا للسؤال وخاننا المقال ولا ينفع مال ولا جاه ولا عيال اللهم ارحمنا إذا ورينا التراب وغلقت وغلقت من الكبور الأبواب فإذا الوحشة والوحدة وهول الحساب اللهم ارحمنا يوم تقول لجهنم هل امتلأتي وتقول هل من مزيد اللهم اخفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اخفر لي ولوالدي ولأمتي أمة سيدنا محمد يا غفار يا رحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله عدد مكان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون بيقال إن الدعاء ده يعني ما بتعد عليه سنة والملائكة ما بتستطيعش إنها تنتي من كتابة حسناته فسبحان الله يعني ربنا بيقول اكتبوها كده وأنا كفيل لنا حسب حسنات عبدي فسبحان الله يعني الدعاء ده زي ما احنا وقلنا دعاء عظيم وفضله كبير بإذن الله فيعني أنا حبة اللي احنا كنا نستفيد إن شاء الله وما تنسونيش من صالح دعائكم